باستثناء ربما جنوب إفريقيا التي توفروا على ملاعب أيضا جاهزة لا بلدا آخر سواء نيجيريا المغرب السينيغال بوركنا فاصل تنزانيا زومبيا وناميبيا مع بوتسوانا ذلك سينظمان ملفا مشترك البقية لديها ملاعب ولكنها ملاعب ليست بالجديدة أنا أتحدث عن ملاعب جديدة لأنها مغطات تقريبا بشكل كامل الجزائر الآن تتوفر على هذا الأمر والمغرب مثلا لديه ملعب واحد تقريبا مغطى بشكل كامل بقية الملاعب لا يلعب على أن الجزائر عندها مين؟ ما هوش غير الملافق رياضي ولكن الأشياء الأخرى المهمة كذلك مثلا التراموي، التنان، الطيارة، الزايروبور اليوم تقارن للجزائر ببعض الدول الأوروبية، مش كل الدول الأوروبية لأنها كذلك في أوروبا كان دول ما زال ما عندهمش إمكانيات وقدرات كافية لاحتضان أي دورة أوروبية كانت ولا غير وضعك في السورة غايتنا السلام عليكم ورحبا بكم في هذا الفيديو الجديد في هذا الفيديو اللي أنا كنت أسمع الكارا غير حشمت، أنا في بلاستوم حشمت قال لك الجزائر الدولة الوحيدة في إفراقيا لعند الملاعب تشي دولة ما عندها الملاعب لعند الجزائر قال لك جنوب إفراقيا هربنا عليها صافي بعدنا عليها المغريب المغريب عنده ملعب واحد مغطاة، أحنا الجزائر شبارك الله ومع ملكا شهدر والغريب في الأمر في 2021 الكاف كانت تغطيت عاقب الجزائر بأنها تلعب خارج الميدان لأنه ما عندها تشي ملعب معترف به دوليا وزيدك هذه في 2021، في 2022 الجزائر بوحدة لعند الملاعب، الله أكبر وأغلب الملاعب اللي يتكلمون عنهم بقى نغير في الورق، بقى المثالة همش وش عندكم شيء عقل ولا الله؟ والكرة الغريب والخطير في الأمر هو من اللي يقول لك الجزائر الملاعب ديالها فقوا بدول الأوروبية، أهربنا لدول أوروبية عديدة لا مجا ما تشقرنا نحن ما في إفراقيا، لا هدر معنا في أوروبا، هدر معنا الدول الكبيرة وش عندببكم شيء عقل ولا عكس هذا؟ أنا قلت لك أنا أحشمش بلاستهم، بلا ما نطوع عليكم نخليكم تضحكوا شوية مع الإعلام ديالك رغيلا ما تنسوا لكم على الفيديو بشكل كبير، ما تنسوا لدينا بلايك، ناسي ما يزال ما يشاركوا لكم على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما بالنسبة لهذه كل شيء، لم نتحدث عن جانب الكواليس، كواليس مهمة جدا أنت تواجه لوبيات تمنعك تمنعك من عدم احتضان مثل هذه المنافسة الكبيرة، مثلما رغبت بعض البلدان وبعض الدول وبعض اللوبيات من حرمان الجزائر من القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر في أول من نوفمبر، كل ما الشيء متعلق بالجزائر خاصة في هذه الملفات الكبيرة تريد بعض البلدان أن تعرق لك، كيف يتم الاشتغال على هذا الشيء من ناحية الكواليس؟ تعرف أن ملفات مثل هذه تعرق لك بعض البلدان؟ صح، أنا نظن بالاشتغال لهذا الشيء نظن بدأ، بدأ لك، لحال صورة الجزائر رح تحتضن إن شاء الله في أول نوفمبر، عيد التورة الجزائرية، رح تحتضن قمة عربية كبيرة صحيح خمة الجميع العربية، وإن شاء الله كل الدول الشقيقة العربية رح تكون حاضرة الجزائر أنت تعرف باللي كانت دائما تابتة في سياسة انتحها الخارجية، ما بدلتاش وما تلعبتش بها صورة اللي نعرفها من نهار ست وبعد الاستقلال، كنا دائما ننتمي لهذه الأمة العربية، هذه بدون شك ولداء اليوم نتكلم على إفريقيا كذلك، الكولاسة فيه، ولكن الصور الحالية التي نصدرها من حين إلى أخر، في ضرف وجيز، لأننا اليوم جزائر قبلة لاحتضان عديد من المحافل الدولية، سياسيا كانت أم رياضية، ننظن ألعاب البحر المتوسط، كأس العربية لأقل من 17 سنة، ونرني واتق باللي كأس الشان رح تكون كذلك في القمة، أنا نظن الصورة هذه هي لما جال للكولاسة، لما ما تعطيش قوة الكولاسة للناس اللي تتربص من هذا الباب وفقط، اليوم نظن باللي الجزائر عندها من القدرات، ولكن لأن لا نبقى مكتوفي الأيدي، ولننتظر ونرى ما ستسفر عليه هذا الاحتضان، ننظن علينا كلنا، علينا كلنا كما كان يقول لك، من القاعدة إلى القمة، ومن القمة إلى القاعدة، إذا كان حبينا اليوم الفرجة تكون في الجزائر، لأن الشباب الحالي لمعاش التسعينيات، ومعاش مرحلة الاستقلال، وبعد الاستقلال، أننا نظن اليوم بحاجة إلى نظرة إلى ولدان، نظن بل لكلنا سنكون جاهزين، ولدان نعمل من أجل جاهزية الكل لإحتضان هذا الحفل الكمية. جميل مع الدبلوماسيا القوية الآن للجزائر على المستوى السياسي، وحتى تماشي في الفترة الأخيرة مع المستوى الرياضي، تعرف بأن الجزائر وكأنها كانت في حفرة مغمومة عليها بالدرجة، الآن التغير اللي رح صاري الآن مع الملفات الثقيلة، الآن الجزائر أصبحت قائدة من ناحية هذه القرارات الكثير من القرارات من نسبة للقمة العربية، اللي رح تكون فيها قرارات استثنائية، ورح تكون فيها أيضاً الكثير من القرارات الجريئة، مثلما قال الوزير الأول، ترى بأن تحرك الدبلوماسيا في الفترة الأخيرة يساهم في جلب هذه المنافسات، احتضان هذه المنافسات الرياضية الكبيرة؟ بدون شكة لكم، الحقيقة أنه دور دبلوماسيا يلعب كما يقول لك دور كبير، نظن حالياً في حراك ديبلوماسيا كبير على كل الأسعادة، نظن اليوم الجزائر تريد أن تري صورة الجزائر الحقيقية في هذا الظرف بالدات، ولذا أقول اليوم الحركة هي موجودة في شتى المجالات خاصة من ناحية السياسية، ولذا أقول كذلك الرياضة وكورة القادم خاصة دور جزلية تجزى من هذه المعادلة الدبلوماسية، أقول كذلك أن الجزائر كما يقول لك راهي حاضرة بقوة وراهي كما يقول لك توري باللي فيه قدرات وفيه إمكانيات في شتى المجالات من أجل إعطاء صورة الجزائر الحقيقية. جميل، ما الذي يجب أن نشتغل عليه؟ أنا أتحدث عن دفتر الشروط لوضعته الكاف بأنه 6 ملائب جاهزة، وإذا كانت تنظيم مشترك ثمانية بالنسبة لعدد من الأمور بالنسبة لغرف تغيير الملابس، غرف الفار، أيضا غرف خاصة بالحكام، غرف خاصة بتحليل المنشطات. البلدان الآن هل ترى بأنه يجب أن نشتغل على مراكز التحضير، مراكز التدريب؟ عفوا، مراكز التدريب لأنه تروح العنابة فيه ملعب شاب وفيه الحجار وفيه حتى 19 مي. في الجزائر هنا يجب أن نشتغل على ملعب براقي، ملعب دويرة، ملعب خمسة جويل، يجب أن يكون مراكز للتدريب لأنه هذه هي الأمور التي يجب أن نشتغل عليها على الأقل في السلوات المقبلة. هي مهمة كذلك، اليوم حقيقة من هذا الباب نقول فيها نقص، ولكن فيما يخص للمنشآت الجديدة نظن فيه هياكل، نعم، كما يقول لك مرافق للتدريب أو للمقابلات فيه مرافق عديدة فيه كما مثلاً نأخذ على سبيل المثال ملعب وهران ملعب كبير، وفيه ملاعب مرفقة لهذا الملعب الكبير، نظن أنا نظن أنا في رأيي اليوم إذا تكلمنا على دفتر شروط، وإذا تكلمنا على دفتر الشروط في إفريقيا، في إفريقيا نقول بالليل جزائر عندها من الإمكانات باش تقدر تحتضن أي منافسة إفريقية في كل المجالات وخاصة منها مجال كورت القاتل. البعض يقول بأنه باستثناء ربما جنوب إفريقيا التي توفروا على ملاعب أيضاً جاهزة لا بلداً آخر سواء نيجيريا، المغرب، السينيغال، بورك، نفاصل تنزانيا، زومبيا وناميبيا مع بوتسوانا ذلك سينظمان ملفاً مشترك. البقية لديها ملاعب ولكنها ملاعب ليست بالجديدة. أنا أتحدث عن ملاعب الجديدة لأنها مغطات تقريباً بشكل كامل. الجزائر الآن تتوفر على هذا الأمر والمغرب مثلاً لديه ملعب واحد تقريباً مغطى بشكل كامل بقية الملاعب لا. هذا الأمر أيضاً يحسب للجزائر؟ نظن يحسب هذا الأمر أولاً، يحسب تاني أمر أن الجزائر كذلك إذا كان نتكلم على المدة الزمنية اللي ما احتضنتش الجزائر لهذا المحفل الكبير، نظن مقارنة بين دول أخرى، الدول الأخرى تقريباً احتضنت مرتين، الدول هذه اللي يتكلم عليها. نظن إلى ما نظمتش، نظمت مرتين ولا تلت مرات هذا الكأس اللي تكلمناه كذلك على جنوب إفريقيا، مرة استثنائياً لجنوب إفريقيا، مصر كذلك نظمتها أكثر من مرة. نظن الجزائر نظمتها مرة. اليوم الجزائر قابلة أن تنظم كأس إفريقيا، إذا كانت تكلمنا إلا على دفتر الشروط، دفتر الشروط موجود، دفتر الشروط ما نتكلموش إلا على الملعب، ولكن الطرق اليوم يا صاحبي، الطرق السريعة، نكونوا واقعيين، فيه طرق سريعة اليوم جزائر وهربعنا نديرها في ظرف تلت سوية، تلت سوية ونص على السيارة، قسنطينة كذلك. اليوم أشياء كثيرة تغيرت، الفندقة اليوم الفندقة فيه فنادقة كبيرة، نظن وهران قدرت تحتضن العديد من المنافسات، وفنادق كانوا تقريباً كانت الفنادق في كل تاريخ، في كل منطقة كان فيها فنادق. هذا كذلك يلعب على أن الجزائر عندها مين؟ ما هوش غير المرافق الرياضية، ولكن الأشياء الأخرى المهمة كذلك. مثلاً التراموي، التران، القيارة، الزايروبور، هدو كذلك يلعبوا دور، ونحن نتكلم على إفريقيا. اليوم تقارن للجزائر ببعض الدول الأوروبية، مش كل الدول الأوروبية، لأنها كذلك في أوروبا كان دول ما زال ما عندهمش إمكانيات وقدرات كافية لاحتضان أي دورة أوروبية كانت ولا صغيرة كانت. اليوم نتكلم على الجزائر في إفريقيا لتنظيمها لهذه الكأس. نظن بكل بساطة وبكل صراحة، وكجزائري أنا كذلك أريد أن أرى كأس إفريقيا مرة ثانية في بلدي في 2015. الآن، ما الذي يجب الاشتغال عليه؟ أنت لديك ملاعب، لديك قرار فوقه وموافقة من السلطة، دعم كبير مقارنة بالسنوات الأخيرة، لديك ملاعب، لديك دعم رسمي شعبي وحتى إفريقي وحتى من الكثير من البلدان، لديك دبلوماسية القائدة وليس تابعة، ما الذي يجب أن نشتغل عليه؟ تعرف بأن الكواليس متعبة ومهمة في هذه الأمور للكثير من الأمور، تعرف أن اللوبيات كثير، يمكن أن تضع لك الكثير من الأمور، ما حدث في مباراة كأس العالم الفاصلة، رغم أنها فيه الكثير أيضا من جوانب الرياضية، لم نكن جيدين في بعض الأمور، ولكن في أيضا أمور اللوبي يشتغل من أجل أن يحرمك، كيف نشتغل الآن؟ يجب تضامن أم ماذا يجب؟ تضامن مع من؟ لست أدل أنا، طرحت عليك هذا السؤال، مع من تضامن؟ شوف اليوم، التضامن نظن موجودا، نظن اليوم تضامن إفريقي، دعم آخر إفريقي شوف اليوم، اليوم المشكلة له، الكونفيدرالية الإفريقية، ماذا تريد الكونفيدرالية؟ يومي دا كان النية خالصة من الناس القائمين على الكرة الإفريقية، هي اليوم غينية كانت هي اللي كانت راح تنظم هذا الكعس، هكذا، اليوم الكونفيدرالية الإفريقية، الدور تحتها كذلك هي تطوير هذه اللعبة في دول كذلك، اللي البنية التحال تحتية في مجالات عدة كما يقول لك ضعيفة، ولكن الحركية الرياضية والكراوية بلك تخليها تتنفس نوعاً ما بتنظيمها لكاس مثل هذا، ولكن اليوم به استتناء، اليوم كما يقول لك غينية ما رهيش في السباق، اليوم البالد اللي راح يحاول يكون البديل لغينية، وباش هاد المنافسة ما تروحش هاكنا، اليوم نضنب اللي الجزائر من ضمن نقول ولا من أكبر الدول اللي عندها القدرات وعندها كل الأشياء في صالحة. كانت أول فيديو دي اليوم، خلوا لي الرأي ديكم في التعليقات، مش بخلوش عليها بالرأي ديكم، نفسي ما زر بها بشتارك، مش معنا يشتركوا فعلوا الجرس، بش يفصلكم الجديد دينا دائماً، شكرا لأي واحد كدامكم محتوى دينا، كيف العدد نشاهوه في فيديو جديد، وديما مغرية،